أطلق مشروع نتاج البحرين نتاج خير البحرين التابع للمؤسسة الملكية للعمال الإنسانية مبادرة إفطار صائم والتي يتم من خلالها توزيع 350 وجبة إفطار صائم يتم إعدادها يوميا نعم هذا المشروع قائم على 15 أرملة وفتاة من منتسبات المؤسسة في مطبخ نتاج خير البحرين الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي نتاج خير البحرين مشروع رائد ومميز انطلق من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبدأ افتتاحه التجريبي بالخير من خلال مطبخه الذي أصبح كخلية النحل لإعداد أكثر من 300 وجبة إفطار صائم يوميا تخصص 200 منها لمركز أحمد الفاتح و100 وجبة لصالح الأسر المتعففة و50 وجبة إفطار صائم على الطريق ويهدف المشروع إلى تمكين منتسبيه لصناعة كوادر بحرينية رائدة في مجالات الإنتاج بكافة أشكالها مشروع نتاج خير البحرين يتكون من عدة أقسام منها المطبخ النتاج وأول مبادرة فيه هي مبادرة إفطار صائم المشروع يدرب ويسعى إلى تمكين مجموعة من الأرامل والأيتام كمرحلة أولى في عدة مجالات منها الحرف اليدوية مثل الخياطة والتجميل بالإضافة حق صنع المشغولات مثل الأكسسوارات والكورشي بالإضافة إلى وجود مطبخ إنتاجي يدرب أساسيات الطبخ وحفظ سلامة القذاء الذي يعتبر أساسي في هذه النوع من المشاريع ويتم تدريب وتأهيل المنتسبات في مطبخ نتاج البحرين للحصول على شهادات عالمية في أمن وسلامة الأغذية بإشراف مجموعة من المدربين والطخات العالميين حيث سيقدم المطبخ خدماته للمؤسسات والشركات المحلية وأفراد المجتمع حلم وتحقق الانتاج كل يوم انتاج جديد انتاج اللي هي 350 وجبة في اليوم فإحنا قروب متكامل متعاون نتكون من 15 متدربة فكلنا الحمد لله يدنا بيد وحدة ويعني الحمد لله في نفس الوقت المحدد لنا ننجز كل هذا العمل مقاصرة المؤسسة الملكية على هذا التقدير والجهود مشروع نتاج رح يخدمنا في المستقبل إن شاء الله كخبرة لنا كتطوير ذاتي حق مستقبلنا نتاج خير البحرين هو أحد المشاريع التنموية المنبثقة من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وينقسم المشروع إلى ثلاثة أقسام ويحرف نتاج الذي يقوم على صناعة منتجات حرفية مبتكرة ومطبخ نتاج الذي يقوم على إنتاج مجموعة مختلفة من الوجبات التي يتم إعدادها وفقا للمعايير والجودة العالية بالإضافة إلى تدريب نتاج والذي يتم من خلاله تدريب وتأهيل الكوادر بهدف إعدادهم للدخول إلى سوق العمل بكافة المجالات نتاج مشروع أمل أقيم بأنامل نسائية بحرينية شغوفة ليبين حجم الاهتمام بهذه الفئة التي أبدعت في شتى المجالات شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين